بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاب في درسنا لهذا اليوم أنا وأنتم نتعرف على الجزء الثاني من درسنا وضائف الانفعالات وتطورها والتحكم بها الجزء الثاني في الدرس السابق أنا وأنتم تعرفتوا طبعا هذا الدرس قبل ذلك هو من الوحدة الثالثة الدوافع والانفعالات الموضوع الرابع وضائف الانفعالات وتطورها والتحكم بها الجزء الثاني أبنائي وبنات الطلاب في الدرس السابق تعرفنا على وضائف الانفعالات أنها أو أن لهذه الانفعالات تؤدي وضائف مختلفة وتترك أيضا آثارا كبيرة في شخصية الإنسان وسلوكه ومن أهم تلك الوضائف ما هي أبناء وبنات الطلاب أحسنتم أن هذه الوضائف قد تساعد أو هذه الانفعالات عفوا أبناء وبنات الطلاب قد تساعد على اتخاذ القرارات الملائمة لنوع الانفعال ذكرنا في الدرس السابق أن خالد فرح بماذا بسبب ماذا بسبب تفوق ابنه اتخذ قرار ماذا اعطاء ابنه ممتازين مكافعة الثاني الخوف من السيارات جعلهم ماذا يجرون أو يركضون أو يحاولون أن يتجاوزون الطريق بسرعة خوفا ماذا من السيارات المسرعة فبعض الانفعالات تجعل الإنسان يتخذ القرار السليم أحسنتم لكي يساعده على ممتازين أحسنتم ثانيا أن بعض الانفعالات تساعد على تنمية العلاقات ومنها انفعال ماذا الحب والمودة هذا الانفعال انفعال الحب جعل سارة تزور صديقتها أو صديقتها بشكل دائم لو لهذا الانفعال لما أصبحت هناك علاقات إنسانية وعلاقات اجتماعية بين الناس فانفعال الحب جعل من سارة تزور صديقتها بشكل دائم بعض الانفعالات لها درجات أبناء وأبناء الطلاب وذكرنا على ذلك مثال المثال ما هو عندما خاف ماجد خوفا شديدا من الاختبار ماذا حدث؟ أحسنتم لم يتجاوز الاختبار وجعل هذا الخوف أو الخوف جعل ماجد لا يستطيع المذاكرة بينما مهى كان لديها خوف متوسط ساعدها على المذاكرة وتجاوز المادة على عكس من منال أبناء وبناء الطلاب التي لم تبدي أو لم تظهر نوعا من الاهتمام والخوف للمادة فجعلها ماذا لا تذاكر إطلاقا مثال آخر مثال هشام وأخيه الصغير عندما كان يلعب بالأسلاك الكهربائية من شدة خوفه ضربة بينما أخوه محمد غضبه متوسط قام ماذا بنصحه ولليهم أخوهم خالد لم يغضب ماذا جعل أو ماذا أصبح الاخيم الصغير تعرض لصعقة كهربائية بسبب عدم المبالات وعدم الخوف الانفعالات تساعد على نقل بعض الرسائل من غير الحديث أبنائي كما ذكرنا لكم مثال عندما سأل عبد الله ابنته بتول حينما تقدم لها شاب للزواج منها لم تتحدث أو لم تتفوه بكلمة واحدة بل أظهرت بعض التعابير الانفعالية من خلال الخجل من خلال الابتسامة التي فهمها أبنائي وبنات الطلاب عبد الله أنها أحسنتم أنها موافقة على الزواج وموافقة على الشاب الذي تقدم لخطبتها أبنائي كما ذكرت لكم في الدرس السابق أن بعض الانفعالات ينتج عنها أحسنتم بعض الأمراض النفسية إذا تجاوزت أو وصلت إلى حد مرتفع أو إلى درجة عالية أي تكون بشكل مستمر وذكرنا على ذلك مثال ما هو أحسنتم أن الحزن الذي أصاب منيرة أبناء وبنات الطلاب من فقدان ابنها الشاب في حادث سيارة جعلها تدخل في نوبة من الاكتئاب المزمن الذي استمر معها نتيجة لماذا؟ للحزن الشديد الذي أصابها نتيجة لفقد ابنها فالحزن أو الانفعال من خلال الحزن الذي استمر مع منيرة بسبب فقدها لابنها أدى ذلك إلى دخولها أو إصابتها بمرض الاكتئاب بمرض الاكتئاب فالحزن أو الانفعالات المستمرة والمتكررة والمزمنة قد تؤدي إلى ظهور بعض الأمراض النفسية أيضاً بعض الانفعالات المستمرة والمزمنة قد تؤدي إلى ظهور بعض الأمراض الجسمية مثال أحمد أبناء وابناء الطلاب شديد الغضب مستمر الغضب التوتر أبناء وابناء الطلاب لدى أحمد بصورة مستمرة أدى ذلك إلى إصابته بماذا؟ بمرض الضغط أو ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم والسكر نتيجة لماذا؟ لاستمرارية هذا الانفعال لدى أحمد بالإضافة إلى التوتر أدى إلى ظهور مرض جسمي والمتمثل بالضغط والسكر إذن أبنائي وابنات الطلاب أن بعض الانفعالات لها آثار إيجابية وعلى الوجه الآخر أيضاً لها آثار سلبية الآثار الإيجابية من حيث كما ذكرنا في بعض الأمثلة من حيث الاهتمام مثل ما حدث لمثال مها عندما أبدت القليل أو المتوسط من الخوف أدى ذلك إلى أحسنتم ولكن على النقيض من ذلك إذا استمر هذا الانفعال بصورة مستمرة كما حدث لمونيرة عندما أصيبت بالحزن أدى ذلك إلى ماذا؟ إصابتها بمرض الاكتئاب أيضاً أحمد عندما استمرت معه حالة الغضب أو المفعال الغضب أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى ظهور مرض الضغط والسكر مظاهر النمو الإنفعالي عبر المراحل العمرية المختلفة تحدثنا عنها أبناء وابناء الطلاب في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة مرحلة الرضاعة أحسنتم هي بعض الانفعالات عادة ترتبط بماذا؟ بحاجة الطفل الأساسية للحليب أو للرضاعة والنظافة والنوم فتجد الطفل يصرخ ويبكي إذا لم تشبع رغباته الأساسية كالرضاعة والنظافة والنوم فتجد أن الطفل يصرخ يبكي تجده في حالة عدم ارتياح هي أحسنتم هي انفعال لما هو عليه من حالة عدم تلبية حاجاته الأساسية فعندما تلبى هذه الحاجات وهذه الرغبات سواء كانت من رضاعة أو نظافة أو نوم تجده يهدى ويسكت يهدى ويسكت ابناء وابنات الطلاب لأنه تمت تلبية ما لديه من احتياجات أساسية مرحلة الطفول المبكرة بين عامين إلى ست سنوات هذه المرحلة يؤدي الوالدان دورا كبيرا في ترويض الانفعالات وضبطها أبناء لدينا هذه القصة أنا وأنتم تعرفنا عليها عندما كان ياسر ووالده ذاهبان إلى متجر الإلعاب فعندما وجد ياسر لعبة أو لعبة أعجبته ولكن والد ياسر ارتأى ورأى أن هذه اللعبة خطرة على ياسر فرفض شراءها له فماذا فعل؟ بدأ بالصراخ بضرب نفسه رمى نفسه في الأرض هذا هي دلالة أو هي ماذا؟ هي انفعال أو سلوك أصدره ياسر لكي يضغط على والده يشتري اللعبة إذن المظاهر أو مظاهر الانفعال صراخ بكاء سقوط على الأرض لكي يبدأ أو أبدأها أو أظهرها ياسر لكي يضغط على والده يشتري له اللعبة الطفولة متأخرة بين عام أو 6 سنوات إلى 12 سنة كما تعلمون أبناء وبناء الطلاب عندما يتقدم الإنسان في العمر تختلف لديه الانفعالات تختلف أيضا لديه طرق التعبير فتغيير المواضيع أو تتغير الموضعات التي تثير الانفعالات في هذه المرحلة نلاحظ أبناء وبناء الطلاب أنه في الطفولة المبكرة أن الطفل لا يبدأ اهتماما أو لا تكون لديه نوعا ما بعض المسؤولية في هذه العمر أو في هذه المرحلة تكون لديه بعض المسؤولية من خلال اهتمامه وخوفه وحرصه على الاختبارات فهذه المرحلة تتغير فيها الانفعالات أيضا الاستجابات للانفعالات وفقا لأسلوب أفضل فلو لاحظنا في القصة السابقة في مرحلة الطفولة عندما أراد ياسر لعبة فرفض والده بسبب خطورتها على ياسر رمى نفسه على الأرض وبدأ بالصراخ ولكن في هذه المرحلة قد بيّن البكاء الخفيف قد يبين أيضا انفعالات مختلفة كالصمت، كالحزن، كإظهار الحزن على الجسد فهذه الانفعالات أو في هذه المرحلة تتغير الاستجابة وردات الفعل للانفعالات التي يعيشها الشخص مرحلة المراهقة مرحلة المراهقة تتغير الموضوعات التي تثير الانفعالات في هذه المرحلة عن المرحلة السابقة إلى موضوعات أخرى أبنائي أنتم قد تلاحظون ذلك في هذه المرحلة تتغير الكثير من الاهتمامات عما كنتم عليه سابقاً فتجدون أنفسكم في هذه المرحلة تفكرون في المستقبل تفكرون في العديد من المواضيع التي قد تفتح لكم آفاق في مستقبلكم في حياتكم فإذن تتغير الموضوعات التي تثير الانفعالات في هذه المرحلة عن المرحلة السابقة مثال يبدأ أو تبدأون تركزون على موضوعات جديدة مثل التفكير في المستقبل كما ذكرت لكم التفكير في المستقبل التفكير في كيفية التجاوز على سبيل المثال اختبار التحصيلي هي أحد الأفكار لأنه أبناء وبنات وطلاب في هذه المرحلة تختلف الاهتمامات فتختلف الموضوعات التي تثير الانفعالات الانفعالات الصادرة منكم تتحول الانفعالات وفقاً للحالة المتحدة المزاجية التي يحكمها العامل الهرموني وبالتحديد يظهر ذلك لدى الفتيات لأن الفتيات أبناء وبنات وطلاب العامل الهرموني يؤثر في حالتهم المزاجية وقد تؤدي إلى بعض الانفعالات مثالاً على ذلك ما جداً أصبحت شديدة الحساسية من أي كلمة تقال لها تخجل تبكي من أي ملاحظة وقد تؤدي ذلك إلى أن تدخل في موجة من الغضب لأن ذلك ماذا؟ يثير غضبها وهو أحد الأمور التي تظهر لدى الفتيات أكثر من الفتيان لأن العامل الهرموني أبناء وبنات وطلاب يؤثر تأثيراً واضحاً على الفتيات إذن أبناء وبنات وطلاب في الدرس السابق تعرفت أنا وأنتم على المرحلة مرحلة الرضاعة والطفول المبكرة والطفول المتأخرة وماذا يحدث فيها من انفعالات والسجابات لهذه الانفعالات بينما مرحلة مراهقة تختلف عن المرحلة السابقة تتغير فيها الموضوعات الموضوعات التي تثير الانفعالات كما ذكرنا أنه يختلف التفكير عما كنتم عليه أبناء وبنات وطلاب فتبدأون وتفكرون بمستقبلكم أيضاً تتحول الانفعالات أبنائي وفقاً للحالة المزاجية الحالة المزاجية وذلك يظهر بالتحديد لدى الفتيات نتيجة للعامل الهرموني في هذه المرحلة نلاحظ هذا المثال ماجدة أصبحت شديدة الحساسية تغضب سريعاً تخجل تبقي نتيجة لتغير العامل الهرموني وبذلك أبناء وابناء الطلاب ننهي درسنا إلى هذا اليوم شاكراً ومقدراً لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر